نهاردة جوزيجو ميز قال حاجة مهمة جداً قالك أنا مش عارف أجدد الدوافع عند الأيبة للأيبة خلاص مبقاش عندها دوافع فمش عارف أجدد الدوافع النهاردة المبارك كمان مش عايز أقول مملة بس يعني لو ديناها اللفظ كويس أو معقول متوسطة يعني المفوض يحصل إيه للزمالك الفترة اللي جاء أو للزمالك المفوض تبقى أهدافه إيه أو دوافع إيه للدولة أو في ما تبقى من الدولة لو هو الكلام على أن أنا مش عارف أجدد الدوافع تبقى مشكلتك ولو مفيش دوافع عند اللعيبة تبقى برضو مشكلتك أنت ليه؟ بصها يا كريم الفترة اللي فاتت وزعلوا مني قوي وأنا بقولها هو على الهوى عرفت أن فيه نز على أنا من الجهاز جداً مني أن أنا بتكلم وبقول وجهة نظري أو بانتقد بكل احترام و بكل أدب أني بقول يا جماعة لأ فيه مشاكل في الحتة الفلانية والحتة الفلانية في التشكيل في التغييرات في الروتيشن فيه 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 زعلوا مني ودرجة أن يعني إيه مش بس زعلوا يعني ده زعلوا الجد لا قولي يعني فأنا حابب يعني مش لدرجة زعلوا حابب أن أنا أوضح صورة يلا لما تيجي تتكلم أو لما باجي تتكلم أنا بكلم على رؤيتي أنا ممكن تبقى غلط ممكن تبقى صحة حسب وجهة نظري طبعاً تحليل فني وكل واحد عنده وجهة نظر طبعاً لو ما تقبلتش النقد ما تشتغلش عمل عام مش لو مش هتتقبل النقد ما تشتغلش عمل عام وشغلانتنا في التدريب هي كل حياتك فيها نقد لأ ما تبقى ممكن أفهم حاجة وبراحتك عايز ترد فيها ولا يعني هو جوزي جوميز هو اللي زعلان منك ولا إدارة نادي الزمانك اللي زعلان منك لا مش الإدارة الجهاز الجهاز الفانتك واكيد طبعاً موصلين الموضوع للإدارة مفهوم طب أنت زعلان يعني أنت علاقتك بالإدارة دلوقتي ما إزاي في بدايتها؟ لا هي كويسة جداً الناس ما فيش أي بينهم آآ في تواصل بينكم ولا ما فيش؟ مش مش على فترات متقربة إنما قريدي أنا يعني يعني موجود طبعاً والناس بصراحة بتعاملوا معي أحسن بحاملة وباحترام وبأدب وما فيش أي ما يسوء أو ما يسوء علاقتي بيهم ممتاز إنما لما أعرف إن في حد من الجهاز زعلان وبيقول لا ده بيقطع فينا طول الوقت وبيخبط فينا طول الوقت أزعل يعني فكرة إن أنت بتتكلم وبتقول إن طاري السايد بيقطع فيك طول الوقت أو بيخبط فيك طول الوقت مين نقد رياضي في الفترة اللي فاتت ما انتقتش جزوجه مزوت شئو الجهاز بناء على إيروتيشن اللي بتعمل بناء على الدفع بالعيبة وبعدين أنا بانتقدك في موقف في ماتش الماتش الثاني بقول مبروك أنت كويس طب ما فكرتش بشكل مباشر تكلم كابتن عبدالوحد السايد مش كلها مش أنا بتكلم في جهاز فني لا لا مش بكلم على الكابتن عبدالوحد السايد بمأنه زميل ملاعب اه فتكلمه وتقوله والله أنا مش عجبني واحد اتنين تلاتة اربعة هو ده اللي أنا أقصده لا ده شغلهم هم نقدرش أتكلم فيه هم قادرة بشغلهم هم هم اللي بيسوقوا انت لما بتكون سايق عربية وماشي في طريق ما نفعش اللي جنبك يقوله خشي مين ولا خشي شمال طبعا طبعا لا انت قريدي انت شاف طريقك وماشي فيه فأي حد برا مهما تكلم هم عندهم استراتيجية شغلين حلو اللي مش عجبك حلو قوي أنا انتقطت طريقة الدفع باللعابة الصغيرين في الفترة الأخيرة هم وماصر كلها تكلمت انت نفسك يا كريم معجب او عندك اه يعني مبسوط بلاش كراجل نقد رياضي او كراجل لا أنا قلت رأي ادفع بالناشيين بس مش المجموعة كلها مرة واحدة عشان يعرفوا ياخدوا من اللي جنبهم ده اللي قلته اه وقلت ان الراجل لو عمل كده تين او مادم انه هو عمل كده يبقى عنده قصور فنية في حاجاتنا انا لازم يراجع نفسه فيه ده مزع على الناس جدا ومزع على الجهاز جدا يا جماعة أنا والله العظيم تلاتة عايزكوا تنجحوا اعتبار ان انا سوري يعني واحد مش طبيعي وبيتكلم اسمع اللي يعجبك وما تسمعش اللي ما يعجبك مصبوط في الاول الاخر قراراتك الموديل الفني احنا نتكلم ونندردش براحتنا ونحل الكورة بس وفي الااخر الموديل الفني هو بيشوف حسب الظروف اللي فيها الفرقة القرارات اللي هو عايز خد بالك انت قلت كلمتين في بداية الحلقة مهمين جدا قلت ايه قلت اني جوزي جوميز مش عارف يجدد دقافة عند العيبة على فكرة لمشكلتك النهاردة الموزيع هو بيتكلم في الماتش في التلفزيون قال كلمتين مهمين جدا يخلوا فرقة الزمالك تتجدد دقافة غزبا عنهم ايه هي ان انت عندك سوبر مصري بين اربع فرق الزمالك كده كده هيدعى لي صح عشان الشعبية